الراديو زمان وزمان سحر الماضي البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية اشتركوا في القهرات حولكم رقم 707 اشتركوا في القهر والقهر قليل عام�로 توقيت اشتركوا في القهر اشتركوا في القهر لكنني يريد أن أعرف البرنامج التفاصيل كلها من الأول إلا حصل إن واحد من الإيجنتز الوكلاء بتوعنا في بيري قابله هناك في كبارية عرف إنه مصري ومهاجر بيدور على شغل من ساعتها وهو ملازمه لحد دلوقتي الهكاة دي بقى لها دي الراجل بتاعنا تعرف عليه من أسبوعين بس والتقارير اللي جت لنا فيها إيه أولا عرفنا إن صاحبنا ده كان بيدرس هندسة 8 سنين في ألمانيا وتجوز واحدة ألمانية من هناك لكن في المدة دي ما قدرش يحقق نجاح في الدراسة بسبب ميله للبنات والصهر والرأس لكنه تمكن رغم كده دقيقة واحدة يا ديفيد أنت مش قلت إنه كان بيشتغل مهندس حقول كل حاجة اتفضل كنت بقول إن رغم فاشله ده ادر بوسائل غير مشروعة إنه ياخد من ألمانيا شهادة تقول إنه نجح في بعض الدراسات الهندسية يعني راجل مزور من يوم تمام يا فندي وبعدين رجع من ألمانيا سنة 58 أعموا شغلوه في مصر وبعدين فصلوه بعد كده يا طرى قدرنا نعرف السبب الفصل كان إيه خد رشوة من شركة ألمانية مقابل إنه يبيع لها أسرار العطاءات بتاعت الهيئة اللي كان بيشتغل آه يعني مش مزوره بس مرتشق كمان استمر يا ديفيد كويس قوي قبل ما يطلع من الهيئة كان سرق بعض مستنداتها من غير ما حد يعرف على أمل إنه يقدر يبيحها وهو مهاجر بر أظن هي دي اللي صورها قدامي هنا في الملف التمام فيه حاجة تفيدنا كلها خاصة بالعطاءات بتاعت الهيئة آه المهم انت قلتلي هو رجع مصر سنة كام سنة 58 آه وإحنا دلوقتي في 63 يعني قدر يشتغل هناك خمس سنين أيوه طيب أنا شايف لحد كده إن ما فيش حاجة تمنع إننا نستمر معه يعني موافق طبعا واحد مزور ومرتشي يعتبر مكسب بالنسبة لنا خصوصا إنه متعلم في ألمانيا هو دا بالزبط اللي أنا فكرت فيه من الأول يعني إحنا بوسط واحد زي صاحبنا دا نقدر نعمل حاجات كتير ممكن أول لو قدرنا نضلل المخابرات المصرية صحيح نبقى المرات يكسبنا منها المعركة تمام هو دا اللي حنعمله طيب إنت قلت صاحبنا دا اسمه إيه اسمه بهجة بهجة يوسف حمدان أنا رأيي إنهم في بيري ينصحوا بهجة بالسفر على باريس لأن فرص العمل فيها كتير بالنسبة لللي زيه فاهم دي حاجة الحاجة التانية إن بهجة لازم يعرف إنه لو لف باريس حتة حتة مش حيلقي أبدا أرخص من أوتيل ستار مفهوم فاهم فاهم طيب أنا عايز أسمع إن بهجة تخد أول طيارة طلع الأسبوع دا على باريس نحن الآن نطير طلقا باريس نصوم فاريس يعني إنت متأكد إن بهجة تخد الطيارة اللقامة النهاردة العصر من بيري دا أول محط رجلو فيها كان الخبر عندي على طول في تل أبيب على كده زمنهم دلوقتي واصلوا باريس ويمكن يكون الطيار زمنه بيستعد كمان عشان ينزل في مطار أورلي الطائرة الآن طوقة مطار أورلي نرجو ربط الأحمنة استعدادا للجبود نصوم أورلي طيب يا طرى بقى اديت خبر للناس اللي في أوتيل ستار كل شيء تمام في الأوتيل على كده مين حيكون موظف لاستقبال النهاردة في الأوتيل حيكون ليتو يا فندم ليتو زكي يعني بهجت دلوقتي زمنه وصل الأوتيل زمن ليتو بيطلب يشوف الباسفور الباسفور من فضلك اتفضل الباسفور سير بهجت يوسف همدان وي ميسير اجبسيان اوه اجبسيان يا اهلا يا اهلا الله انت تعرف عربي ايوه ماشر مش معقول مصري على اسكندراني حتة واحدة وفريس المهم الحمد لله على السلامة ميسيو باجت مرسي سي لازم اعرف الأول انت هنا بتعمل ايه معلش خلي الحكاية دي بعدين مش ممكن مدام طلعنا بلديات لازم اعرف ايه الحكاية اصلا زي ما انت عارف هنا الشغل شغل واصحاب القتيل ما بيرحم رس انا عزمك على عشاء اللي لدي اه بس انت ضيفنا اللي لدي يبقى لازم العشاء على حسابي طيب لو سمحت بقى اقدر اعرف اسمك ايه اسمي ليتو ليتو زاكي ايه رأيك بقى ان انا فكرت كده من الاول انا يهودي هاجرت من مصر بعد ستة وخمسين يعني بقالك دلوقتي سبع سنين بالضبع كانهم علي سبعمية سنة يه للدرجة دي طبعا انا اتولدت في مصر وتربيت فيها وعشت فيها اجمل ايام شبابي كنت ساكن فين الى عارف الظاهر من ناحية باب الشعرية كده اه طبعا عشان تصدق ان انا من مصر صحيح يا سيدي مصدقك والله مصدقك في صحتك في صحتك بالمناسبة اه في حاجة كده كنت عايز اسألك عنها لازم عايز تعرف ليه انا مروحتش اسرائيش طبعا يا اهم بس على الله ما يكونش في السؤال بحاجة دي ابدا ابدا الحكاية وما فيها اني لما خرجت من مصر زي ما قلتلك سنة ستة وخمسين حصل اني لكن تعال هنا انت الاول ايه قول لي انت حكيتك ايه انا اصد يعني انت جاي فرنسا لي وعشان ايه عايز الحق انا جاي ادور على شغل كده ايوه بس على الله لقي حاجة هنا تناسبني وقابل الفلوس اللي معايا ما تخلص طب اقول لك انت مش قلتلي في الاول ان معات شهادات من المانيا ايوه يبقى سيب لي انت الموضوع ده وانا حشوفه لك مدام كده بقى انا عندي كمان مستندات بتاعة الهيئة اللي كنت باشتغل فيها اه ياريت ليلها صرف سيب لي الحكايات دي وانا حتصرف فيها كلها اوكي وادي يا فندي بالتقرير اللي جيه من فاريس بغت حمدان طب ايوه بعتين بيسألوا عن التعليبات تبعت الملف كله لجورج سايمون سايمون في فرانكفورت ابعاتوا الملف هناك اللي يكون الصبح في فاريس استني التعليمات اصلي مش معقول ابدا للسرعة دي يا ليت قلتلك اعتبر ان المستندات اللي معاك اتبعت خلاص يعني لقيت فعلا اللي حيشريها طاحت من رجال الاعمال هنا في فاريس اسمه جورج سايمون انت قلت له ان انا خرجت بالمستندات دي من وراهم في مصر طبعا وده اللي خلاني قدرت ابيعها لك بسعر مدعش تفتكر كام اه انت اللي بعتها وانت اللي عارب خمس تلاف فرانك يوافقك بتقول خمس تلاف فرانك ايه شوية لا ابدا مش اصلي بس بس اللي حيشريهم دا لا شافهم ولا يعرف عنهم اي حاج اصلي هنا بقى يا بهجتي حبيبي المسألة مسألة سقة معقول بقى السقة توصل لحد كده كمان بس خليك معايا ويشوف السقة دي حتوصلك لفين ان كان علي انا مش هفرقك ابدا بعد اللي عملتم علي النهار دا يبقى اتفقنا لكن الراجل اللي الشارع المستندات دا ماتفقش معاك حنبقى نقابله زي اهو الحد هنا بقى واقولك مع السلامة يا سباحجة مش فاهم يعني المشوار اللي زي دا تروح انت لوحدك بس الله ازاي بس دا الراجل اللي شافني قبل كده ولا حتى يعرفني المسألة بسيطة خالص عارف كازنو الكوكروج اه اه مش اللي تعاشينا فيه سوا دا اهو تعمل حسابك تكون هناك عشر ونص بالزبط وبعدين اول ما يجي لك الجرسون تروح ايله سيمون بس كده ايوة وانت حتكون فيه حترجع تلاقيني مستنيك هنا في القتيل بس انا شايف يا ميسيو سيمون انك حتى ما اردش المستندات دي فيها ايه ميسيو انت مش عاوز تباحه وخلاص دا صحيح مفروض على الاقل انك تبقى عارف فيها ايه مش قالوا لك قبل كده ان المسألة هنا مسألة الثقة ايوة خلاص يبقى انا اخذ المستندات وانت تاخذ الفلوس اتفضل ادي شيك بخمس تلاف فرنك مرسي ميسيو سايد اه يعني اخذت الشيك على طول من غير ما تبص فيه انت مش قلت ان المسألة بيننا بقت مسألة ثقة اهوهوة دا الا انا كنت عايزك تقتنع بيه من الصبح اتفضل المستندات ايه ليه تفهمني انك بتظهر على شغل فعلا تحب تشتغل هنا ولا ولا في بلد تاني ما تفرقش كتير بالنسبة لي انا عرفت انك عيشت في المانيا ومتجوز المانية كمان اه تمام حتصل بيك قريب في الاوتيل اروفوار ميسيو بهجات مرسي مرسي ميسيو سايد تاكسي اوتيل استان اطلع انت ورا بس وها يفلك منك ايوا هنا من فضلك على طول انت تقفش من فضلك فين ميسيوليتو ميسيوليتو سافر امستردام النهاردة الصبح سافر الخمس يام دول بهجة ما حاولتش يتصل باي حد لا ابدا يعني نقدر نتطمن ان كل شيء تمام لحد دلوقتي من قوي يعني المخابرات المصرية ما عندهاش فكرة خالص عن اللي حصل ما اعتقدش شوف بقى ديفيد انا عايز اقولك انا بركز على النقطة دي دايما بقى انت عارف المخابرات المصرية قبل كده كسبت مننا جولات كتيرة ايوا عارف يعني بمجرد هي ما حتشم خبر يبقى كل اللي بنعمله زي قلته المرة دي بقى انا ناوي العب معها لعبة كبيرة او ايه اولي ازاي ازاي دلوقتي احنا عارفين ان بهجة راجل متعلم عاش في المانيا تامن سنين اتجوز من هناك يعني يعرف يتكلم المانيا طبعا كويس ايو طيب واحد زي ده بقى لما يجي يهاجر من بلده تفتكر الشيء الطبيعي انه يهاجر على فين على المانيا طبعا عظيم يبقى الخطوة الاولى اننا لازم نودي بهجة المانيا تمام لما نعرف بقى انه راح المانيا ونتطمن عليه هناك نبقى نشوف بعد كده حنعمل ايه خلاص ننفس بس خلي بالك كويس يا ديفيد اتطمن قوي انا مش عايزك تبعد حد ابدا لبهجة تكون المخابرات المصرية عرفاه يعني يعني عايز ناس جداد طبعا انه كل شيء جايز في الحب والحرب مين مين اللي على الباب انا مشيو افتح انت مين تفتح الامل مشيو بعد انت عارف لسه عايز تسأل تاني لا ابدا بس بس ايه ايه زهر اني جيت غلطان اللي قلت اطمن عليك تطمن علي ليه في ايه انا اصلي جرتك هنا في القوتيل قدى نمر ربع وقلت اتعرف بيك اه نتعرف نتعرف طبعا خصوصا ان انا معرفش حد هنا في باريس تعرف ان دمك خفيف يعني ايه اصلي ما فيش حد ابدا ييجي بباريس ويقول انا معرفش حد هنا بس هي دي الحقيقة فعلا مش قصدي بس باريس دي بتاعت الناس كله لكن على كده اقدر اعرف بقى انت بلدك ايه انا مصري مهندس اسمي بهجة حمدان وانا اسمي هلجة من السويد بقى لي هنا سنتين بدرس في الصربان بدا منت بقى مش عيان يبقى قولك دلوقتي أوروفو عار مادمازيل مادمازيل لحد كده كويس يا دغت نخلي بهجة يشم الهوى بها يبعث لي السايمون يكون هناك بكرا في باريس حاضر برضو بقولك خلي بالك واخد بالي كويس قوي الخطوة اللي جاية عايزة منتهى الحذر مين أفند الله انت مش خبطت على الباب بتاعي من شوية أنا دانا حتى ما خرجتش أبدا من ساعة ما كنت هنا بس انا متأكدة ان كان في حد بي خبط على الباب بس انا زي ما بقولك كده يعني ما جتش ناحية الباب بتاعك أبدا آه طيب انا متأسفة حال فيه هروح القوضة بتاعتي طبعا مش معقول بقى مش معقول ترجعها بالسرعة دي بدان ما فيش داعي هقعد ليه وبعدين مش معقول كمان اتحبس معك في الزنزانة اللي انت فيها دي هي صحيح زنزانة بس طول ما انا قاعد فيها الوحيد كمان انا اللي لدي بزعت مش فضية قابل عندي حفلة بالماسكي لو كان ممكن تخرج من القوضة دي كنت أخدتك معي هو ممكن طبعا بس الحفلة التنكرية دي مش عايزة ملابس وأقناعة وحاجات كده يعني انا قلتلك في باريس محدش يقولي الكلام دي أبدا يلا بي تعرف يا هلجة ام انت اللي لدي في اللبس ده أجمل من جولياتي الحقيقية مليون مرة على كده بقى روميو مبسوط مش زعلاني انه ساب السجن اللي كان حابس نفسه فيه تبقى معايا أجمل جوليات في التاريخ وعايزة مبقاش أسعد روميو في العالم مدام كده بقى يا ترى فاكر روميو قال إيه لجوليات في مشهد الشرفة كل الكلام الحلو اللي قاله تقدر يتجمعي في كلمة هين اتنين بس بحبك بحبودك الكلام ده بقى لازم تقوله لي في الشرفة زي روميو جوليات تمام بس احنا هنا في الدور العاشر والبلكونة بتاعت جوليات كانت في الدور الأولاني بس لا ما تخافش فيهنا شباك أول ما تخط فيه رجلك هتلاقي نفسك في البلكونة على طول طيب وانت طبعا حسبقك على هناك السلامة يا روح ما تتأخرش علي يا حبيبي السلامة جوليات انت فين يا جوليات الله انت مين لستني اوام ميسيو باهجات بس هعرفك ازاي وانت لابس القناع كده ادي القناع هو يا سيدي مين ميسيو سايمون وي ميسيو اضغم في خدمتك بس ازاي عرفت ان انا هنا عزيزي ميسيو باهجات من هنا ورايح تبقى تسمعه بس وازن عرفت دلوقتي بتشتغل مع مين ايوه حيث كده بقى لازم تعرف ان المسألة بيننا اصبحت دلوقتي مسألة سيقة ايوه يعني لو فكرت تعمل كده او كده انت عارف ايوه يبقى خلي بالك بقى من اللي حولهونك كويس ايوه شوف ميسيو باهجات تنزي من هنا على طول هتلاقي عربية هتوديك المطار ايوه في طيارة هتقوم على فرانكفورت بعد نوص الساعة بالزبط هتلاقي كرسي محجوز لك هناك فرانكفورت هتنزل في اوتيل باخ اوضا نمرو ترانسيز ستة وثلاثين فاهم ايوه فاهم تاني يوم الصبح تاخد اول قطر رايح بريمين هتنزل من القطر هتلاقي واحد مستنيك في المحر هلو مي انتي ايوه انا ايه خضيت كده ليه لا ابدا يا هلجة بس اصلها كانت مفاجئة بس طب يلا بي على فيه على بورسة بريمين هنقابل ساو ميسيو بوتا اكبر تاجر هنا بس انا ما عنديش اي فكر عن التجارة هنا هير بوتا اللي ما يعرفش يتعلم هير باجات ده صح بس تفتكر حقدر امشي عني ليه لا انت تعرف الماني كويس كمان هتتعلم على ايدين بوتا نفسه انا تحت امرك يبقى هنبتدي من دفع وحتفظل كده معايا لحد ما يبقالك اسمك السوء ياه بس ده كده طويلة اوي احنا ما يهمناش الوقت هير باجات المهمة عندنا النتيجة اه عايز الحق انا مش قادر افهم اي حاجة ابدا طيب ايه اللي انت مش فهم وانا فهمه لك يعني مسألة البورسة والتجارة دي لغاية ما يبقى لي مركز واسمي معروف في السوء يعني ودي حاجة تزعالة وبعدين وبعدين ايه وبعدين انت مش ليك تاكل وتنبسط وتاخد فلوس كمان بس كده مدام احنا عايزين كده خلاص انا انا ما قلتش حاجة بس مش افهم حتى ايه الحكمة من اللي بعمله ده كله محدش طلب منك تفهم بس انت اللي عرضت عليها الاول انك تفاهمين يا مدام عايز تفهم بقى شايف التايب رايتر اللي محطوطة هناك دي اه شايف اهو انت من ساعة ما اشتغلت معانا لازم تعتبر نفسك زي تايب رايتر دي انا انا مش فاهم يعني اذا كانت تايب رايتر دي عمرها سألت هي بتكتب ايه ولا علشان ايه تبقى انت تسأل انا مش عارف حاجة ابدا هاي عادل الاخبار ايه كل خير يا فندم بهجت في بريمن وتحت العين يعني بهجت لحد دلوقتي لسه مش عارف الهدف من اللي بيعمله ده كله ايوه كويس خالص لانه اذا كان بهجت نفسه مش عارف ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه انا عايز بوته يخلي الهدف بتاعه انه يعمل من بهجة راجل الاعمال اللي احنا عايزينه بس ايوه يعني عايزه ما يسيبوش من ايده ابدا لحد ما يخليه يشرب التجارة دي شرب فاهم اوي ده انا عايزه كمان يخليه يدرس محاسبة مكانة مسكدة فاتر يعني ما يخليش حاجة ابدا الا لما يعرفاله ايه دي كلها عايزة وقت ما يهمنيش بل على العكس كل بهجة ما يقعد بايده عن مصر مدة اطول كل ده ما يبعد عنه اي شبهة المرة دي ناوي العب مع المخابرات المصرية لعبة كبيرة اه دي بقى اللي نقدر نسميها مصروفات ايرادية يا سيدي زي بعضه مادم مصروفاته خلاص ما فيش حاجة في الشغل اسمها زي بعضه الراجل الاعمال الناجح لازم يبقى دقيق او في عمل اه صحيح عندك حال لكن عارف بقولك كده ليه لان التجارة فيها نوعين من المصرفات مش كله زي بعضه كله زي بعضه انا دلوقتي بس عرفتة لسه هتعرف كمان لما تدرس محاسبة كمان ادرس محاسبة لازم طبعا تاخد لك كرس محاسبة مالية ومن الليلة دي على طول كمان تعرف يا بهجة ان بوتا مبسوط منك اوي كده بيقول انك بتفهم بسرعة وابتديت كمان تفهم السوق كويس ما تنسيش كمان اني داخل معا دلوقتي على سنتين او ده ما يمنعش برضو انك عملت مجهود كبير اوي في المداتي يعني انتو شايفين كده طبعا وعلشان كده بوتا بيفكرلك دلوقتي في حاجة لكن هتعجبك اوي يا طرى بيفكرلي في ايه حيدخلك شريك معاه في التجارة ايه ده مش معقول ليه لا ما هي الحكاية دي هي اللي حتخليلك اسم في السوق مش قصدي بس بس ايه ما تقول ولا برضو كنت ناوي تسأل ايه الهدف من اللي بيتعمل ده كله لا ابدا انا عيني جات على التايب ترايتر اللي هناك دي امت افتكرت على طول شوف بقى يا ديفيد انا عايزك تبعت لي بوتا ان الصفقة دي لازم تتم لازم تتم حتى ولو بالخسارة سيادتك توصد الصفقة بتاعت ايران ايه في مناسبة زي دي مفروض بهجت كأي راجل اعمال لازم يبعت معايدات لكل الناس اللي بيتعمل معاهم تمام غير كده كمان بهجت له اهل ومعارف واصحاب في مصر طبعا طبعا اظن الناس دي لازم تعرف كمان ان الراجل بتاعهم ادر ينجح في الخارج النجاح الكبير اللي وصل له ده هم وبمجهود وحده طبعا هم هم اخد بالي بس انت لحقت تطبعي الحاجات دي كلها انت علشان تعرف بس ان عندك سكرتيرا واعية واخد بالها من كل حاجة بس ايه رأيك بقى ان الكروت دي فيه منتهى الجمال طبعا والظروف اللي حتتحط جواها الكروت دي قلت فيها ايه روخ روعة روعة الله بس ايه اللي يفطل لانت طبعها عليهم دي ايه مش عاجبك لا بالعكس بس دي اول مرة اشوف اسمي مكتوب بالشكل الانيق ده عشان الناس اللي ريحالهم المعيدات يعرفوا انهم بيتعاملوا مع رجل لارج وعنده زوب وما تقوليش كمان ليه وعنده اجمل واحلى سكرتيرا في الدنيا كلها معلش خلي الكلام ده بقى بعدين اقعدين تخلص اللي وارك الله مش بس اشوف الاول حبعت لمن حتبعت لكل الناس اللي تعرفها حتى قريبك واحبابك في مصر عارف يا متولي اما انا محضرة لك حت الدين مفاجأة ايه اوقعتكم فطورة التليفون ده بهجة يا متولي بهجة اخويا مانو رجع تاني ولا ايه يا شيخ عايزو يرجع بعد ربنا ما فتح عليه وبقى تاجر كبير قد الدنيا اه صحيح مش معقول ادي الجوابهو شوف هلا هلا ايه الحاجات الانيقة دي مش قلتلك جات النهاردة بقى حاجة تانية ايوا يا ستي ما هو الجواب باين من عنوان اهو حقا لو بهجة تالف يلاقي لك شغلانا هناك ده انا ما كنتش استنى هنا ولا لحظة واحد ولا يباش مهندس قبل ماني طبعا ولا كان اخوك يرفدني قبل حتى ما استلم جواب التعيين ايه انا شايف ان ده انسب وقت علشان نبتدي المرحلة التانية بقى اه بس بهجة اليومين دولة الان شوية اه 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 اظن عشان ايه الهدف وايه الحكمة وبقيت الط記انا يا بعد الانه اولوا لو كان موضع ثقة كنا قلنا له كل حاجة برضو ده ما يمنعناش طبعا ان نستمر زي ما احنا طبعا لكن لازم نضغط شوية دي عملية بسيطة هيربهجات يعني ما تخوفش أبدا زي ما انت عامل كده إزاي بس تبقى عملية بسيطة دي تعليمات هيربهجات أيوة بس أفهم بقى إنك مش عاوز تنفذ لا أبدا بس مش تبدوني حتى فرصة علشان أفكر أنت عارف كويس إن عليك تنفذ وبس لكن مش مسألة حياة أو موت زي بي خلاص هيربهجات تقدر تعتبر الموضوع منتهي مع السلام مع السلامة مع السلامة شفهم بس عملية زي دي ممكن تتعامل إزاي هي كلم هيربهجات يا أه يا لأ طيب طيب ما تضيعش وقت خلاص يا أخي عمله اللي انت عايزينه طيب هدي الورق أهو علشان تنضيح تفضل لكن الورق ده ملوش أي علاقة بالعملية مش معقول هيربهجات مش معقول أقول لك كده أهو دي كلها طلبات علشان الواحد يبقى جنسيطة جنسيطة ألمانية هو ده اللي احنا عايزينه منك بالزبط يعني إيه؟ يعني تشيل الجنسية المصرية اللي عليك دي وتحط لك بدلها جنسية ألمانية من الصبح تقول لي التعليمات ومتعليماتش وعملت حطم في أعصابي من الصبح كده ليه؟ ده بس كان امتحان بسيط هيربهجات والحزن حزك نجحت في الامتحان ها 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 هدلوقتي بقى نقدر نحرك بهجات زي ما احنا عايزين وفي أي اتجاه كمان طبعاً النهاردة بهجات بقى جنسيطة ألمانية ولو كل الحقوق بتاعت المواطن الألماني بهجة خرج من مصر سنة تلاتة وستين احنا دلوقتي في سابعة وستين مش كده ايوة في الاربع سنين دول قدرنا نخلي بهجة راجل اعمال ناجح ملوش اي اهتمام في الدنيا غير بالعمل بتاعه بس بس صحيح صحيح يعني نجحنا في الخطة بتاعتنا لحد دلوقتي خصوصا ان ده كله بعيد عن عينين المخابرات المصرية يبقى النتيجة ان بهجة مفروض يبتدي يظهر على الشاشة بقى يعني ايوة دلوقتي بهجة لازم اتجه لمدان المعركة الحقيقي مصر يعني كل اللي بنقرأه وبنسمعه يا هلجة ولسه عند رأيك طبعا لان من ناحيتنا احنا في اسرائيل مش ممكن نحارف ممكن اعرف ايه اللي يخليك تقولي كده اولا انت عارف ان جيش الدفاع بتاعنا جيش صغير يعني ما يقدرش يقفل واحده قدام مصر فما بالك بقى لما تكون هي وسوريا مع بعض يعني كده كمان جيشنا بتاع حرب عصابته وبس اما لأيه بقى الزيطة اللي انتو عاملينها دي كلها على الحدود السورية قلتلك ده كل شغل سياسي يوم ما نضرب في سوريا مصر حتخش الحرب على طول مين ياه دي فرصة فرصة ان في حرب يا ديفيد مش قصدي بس بقولي يمكن الظرف دلوقتي مش مناسب شوية اه طيب طب تعالى نحسبها بقى نحسبها نيجي بقى لظروف الحرب لو كان الشخص ده اجنابي عن البلد ايوا حيستنى ما يسافرش طبعا لحد الجهو ما يهدى طيب اذا كان الشخص ده وطني ودي بلده اللي فيها اهله وناسه تفتكر حيتصرف كده برضو زي الراجل الاجنابي اللي قولنا عليه لا طبعا حيسافر فعلا عشان يكون جنبهم في اي وقت زي ده يبقى بهجة لازم يسافر بس زي ما اتفقنا هيرجع على طول مالوش دعوة باي حاجة غير الشغل الشغل بتاع المؤسسة ايوا يا عادل بهجة حمدان مالو في الطريق لمصر اه انا لحد دلوقتي مش قادر اصدق يا متولي يا ست النهار ده ايه مش خمسة يعني بكرة العصر حتلاقيه مش عرف هنا قدامك بس انت متأكد انه كاتب في الجواب ستة يونيو ولا ستة يوليا قلتلك ستة يونيو سبعة وستين ولا عايزاني كمان ما عرفش يونيو من يوليو يا اخي هو محدش عارف يكلامك ابدا انا لسه في اول النهار ولا اقولك انا اي منازل احسن الساعة دخل على تسعة انا عرفة بس بهجة تراخر ما كانش يلاقي غير اليومين دول علشان ييجي فيهم تقوليش فاهم ان في حرب بصحيح هم اللي انت شايفوا ده كله ايه هزار يعني قلتلك مجرد تهديد وبس عشان اسرائيل ما تهجمش على سوريا واخدبالك بس انا متهيقلي ان اسرائيل مش هتسكت متولي ايه مالك مالك تخطيتك لليه ايه يعني ما انت سامع 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 بس بس ده مصدق نعمل زي ما انت فاك معلش يا باك الجايات اكتر من رايحات تعيش وتاخد غيرها اصلك صعبان علي اول يومين دول يا باك انا لسه برضو مش فاهم ايه الحكاية يا سلام يا اخي خمسة يونيو ولا برضو لسه مش فاهم ايه بس ان المسألة دي ما تهمنيش في اي حاجة على الاقل يا اخي اهو السفر بتاعك اتعط مش كده ولا ايه صحيح احنا كسبنا الحرب لكن تفتكر المصريين حيسكتوا على الوضع اللي بقوا فيه دلوقتي الحرب دي هي اللي انهت كل الحروب انا بقى ضد الرأي ده على خط مستقيم ازاي يا فندي انا متأكد ان الحرب دي هي اللي هتفجر علينا كل الحروب تفتكر ان العرب هيقدروا بعد كده يرفعوا السلاح انا متأكد من كده فعلا يا ديفيد بس في حاجة ايه هي جايز المرة دي ادلنا نوجه للعرب ضربة اجهاد كانت هي السبب في النصر لكن متى يقلي يمكن ما نقدرش نكرر اللعبة دي في المرة اللي جاية ابدا ده فعلا كلام سليم او يا فندي تعال بقى نعيد النظر في المخطط بتاعنا على ضوء الظروف اللي استجدت تفضل بقى دلوقتي انا شايف ان بهجة بدل ما ينزل مصر الوحده نخليه يروح وسط مجموعة من رجال الاعمال الالمان اه عشان تباني المسألة كلها طبيعية وما يبقاش التركيز كله على بهجة الوحده تمام بس لازم كمان بوتا ينقل جماعة دول بالواحد يعني ما يكونش فيهم جنس واحد يهودي وبهجة واللي معاه يرجعوا تاني على المانيا بس بعد ما يكون بهجة ترك انطباع كويس وراه ده يستلزم بقى ان بهجة ياخد موقف وطني واضح اثناء وجوده في مصر مفيش منع ابدا انه يهاجم اسرائيل زي ما هو عايز فاهم يا فندي فاضل حاجة واحدة بس ايه يا عايز بهجة يسافر فاقرب فرصة ممكنة بس ما يعودش هناك اكتر من اسبوعين اتنين بس ايوه اسبوعين اتنين بس انت متأكد يا عادل انه بهجة دلوقتي في الطريق ايوه يا فندي ده اول ما حط رجله في الطيارة في فرانكفورد كان الخبر عندي هنا في مصر يعني كله نص ساعة ويكون بقى في المطار كويس يا وي اعملت كل بترتيبات كل شيء جاهز يا فندي عظيم عظيم اوي يا عادل مع السلامة انت عشان ترحي المطار والله العظيم يا بهجة انا ما كنت مصدقة لحد ما شفتك نزل من الطيارة ما انت عارف بقى سباجة تختك عمراء ما بتصدق حتى نفسها الحقيقة وحشتوني اوي اوي يا جماعة وحشتوني وحشتني مصر كولا بس مهما تقول برضو زعلنا منها الحمد لله اللي لقيتلك واحد تزعل منه واخدنا بقى راحة شوية ايو يا ست ما قلت ليش بقى زعلنا دي طبعا ازعل عشان لما يكون لك هنا اكتر من عشرين بيت وتروح تنام في لوكاندا اهف دي بقى اختك لا حق تزعل بصحيحة بقى بس انتوا عارفين ان انا في معايا ناس ومش معقولة سبهم في لوكاندا وجانة بثن يعني كان لازم بقى الجماعة الالمان دول علشان ما نعرفش نتهنى بيك الكام يوم اللي انت قاعدهم دول ما هو كان لازم فعلا انت يتقضي كام يوم معانا يا باك لا ضروري يا متولي طبعا ضروري بس اخلص من المؤسسة الاول ملكش دعوة انت بالمؤسسة شو بس انت عايز منها ايه قول باش مهندسة هو يعملهولك نعم بقى ده معقول برضو ايه بقى اللي مش عاجبك في كلامي يا سي متولي يعني يبقى الراجل جاي من المانيا ومعه طقم خبر بحاله طقم عارف عن ايه طقم وتقول له برضو متولي بس سيسكوت انت خلينا اتكلم حاطش ما هو انت برضو اللي فضلت تجري ورا الموضوع في المؤسسة يا باش مهندس ايوة بس دي كلها حاجات بسيطة يعني لطيق لتولى نزلي اهل ليه يعمل الصغير يعمل الكبير ولا ايه يا بهجة اللي انا شايفه ان مخابرات اسرائيل المرادة بترسم على حاجة كبيرة اوي زي ايه يا فن مش عارف لكن الشواهد اللي قدامي كلها بتقول كده ايوة لكن يعني هم في الاول قعدوا اربع سنين طوال عراض وهم عملين يكبروا في بهجة من غير ما يستغلوه في اي حاجة فعلا ثم لما جوم يبعتوه مصر عملوا ايه هل بعتوه في الظلمة زي اي عميل بيبقوا خايفين عليه حد يشمرحته بالعكس دول بعتوه في وسط مظاهرة من جماعة المان لا لهم في الطور ولا في الطحين دي اول حاجة نيجي بقى لتصرفات بهجة نفسها من يوم ما نزل مصر لحد اللحظة اللي احنا فيها دي كلها ما عليهاش غبار بالمرة يعني ما فيش اتصالات ما فيش اشاعات ما فيش اسئلة ومعلومات راجل اعمال شريف هو ده اللي عمله فعلا من ساعة مجيه مصر وحيفضل يعمل كده لحد ما يرجع كمان من مصر على كده يبقى ايه الفايدة اللي خدوها من مجيته هو ده بقى السؤال اللي لو قدرنا نجاوب عليه نبقى حلين اللغز كله يعني بردو ناوية ما انت عارف يا ست ان انا وراي شغل هناك وماقدرش اتأخر ابدا بعد كده يعني عايز الراجل يفوت مصالحه هناك عشان تخليه عجبك هنا انت مالك انت ولا والله تطلع في دماغي واسيبك وسافر معاه لحد هنا بقى واقولك متأسف يا انت ومتولي يا لأ خلاص ايه رأيك بهجة انتو بتتكلموا جد ليه لا اقولكم سيبولي الموضوع لدلوقتي وبعدين نشوف يعني انت لاوه برضو ثم انت مش بتقول ان لسه وراك شغل بكرة في المؤسسة كمان دي بس حفلة وداع بسيطة هيعملوها لنا في المؤسسة وحنطلع منها على المطار على طول ايوا يا عادل عملت ايه قدرت لقى الطلب اللي انت عايزه والحقيقة كان توفيق كبير من ربنا عظيم لقيت واحد كان معاه في السنوي ويعرفه كويس كمال هايل بس على الله يطلع زي ما قلت لك زابط في الجيش ايوا مقدم صلاح شوكت من المدرعات كويس اوي يا عادل صلاح هو اللي حيوصلنا لحل اللغز ايه ده ما تفتح يا اخي مش تبص قدامك اسف جدا ما كنتش اخذ مين صلاح شوكت مين مش معقول ده انا بقى اللفظة لاقول كده من هنا لغاية الصغر لكن تعال هنا اقول ها ايه اللي جابك هنا في المؤسسة دلوقتي ها شغل ابدا ما ليه كنت جاي قابل رئيس مجلس اصلي ابن خالتي يا سلام ياريتني اخي كنت تعرف كده من الاول ها المهم بس لقيته عامل حفلة الجماعة المان مسافرين للادي قلت خليها بقى وافوت وقت ثاني ها ها انت عارف الجماعة الالمان دول يبقوا مين طبعا لا اهو انا بقى يا سيدي الجماعة الالمان دول ها ها مش فاهم اصلاح كاية طويلة او يا صلاح ويمكن وقتك يا عامل وقت ايه ده انا ما صدقت شفتك بعد السنين دي كلها ما نتقابلش الا وانا رايح عالطيارة الله وانت مسافر بعد الحفلة كمان للادي مش لسه بقولك ان انا بقى الجماعة الالمان دول برضو هتخلينا ارجع بقولك بهجة انا مش فاهم حاجة ابدا المهم لازم نقعد شوية قبل ما تسافر ان كان علي انا مش عاوز اسيبك ابدا ده انا اللي مش هسيبك الا لما وصلك لحد باب الطيارة ايه بقى صلاح وبعدين بس يا فندم وقعد يحكي لي من اول ما خرج من مصر لحد ما رجع تاني علشان الصفقة بتاعت منتجة المترول طيب با هو عارف عنك ايه لحد دلوقت بالزد زي توجيهات سياتك زبط زبط في الجيش ما سألكش عن مشروعاتك لو الجيش سرحك من الخدمة سألني طبعا وكان ردي ان يمكن الجع للتجارة ومع الجيش نفسه اذا قدرت بس يا فندم خد عنواني واخدت عنوانه ووعد انه هيكتب لي اول ما هيوصل اه انا ما كنتش فاكر بقى يا ديفيد ان بهجة حيقدر ينجح النجاح ده كله في مصر فعلا نجح يا فندم اولا ترك انطباع كويس في مصر ايه من ده كله بقى حكايته مع الزابط صلاح شوكت اه دي بقى ضربة خز بالنسبة لبهجة انا معاك ان بهجة تقابله بالصدفة من غير ما يعمل اي مجهود لكن ما تنساش ابدا ان الحظ بيلعب دورو برضو في اي عمل ده صحيح بس ده كمان يطمننا اكتر ان المقابلة دي طبيعية جدا ما فيهاش اي حاجة توصد ايه يا فندم؟ يعني لو كان صلاح شوكت مزقوق على بهجة من المخابرات كان ايه يخليهم يستنوا لحد ما تبقى رجلين بهجة على سر من الطيارة اه ده صحيح صحيح يا فندم خصوصا هم مش عارفين ان بهجة جايز يرجع لهم تاني بالزبط النهاردة المخابرات المصرية ما عندهاش اي فكرة عن حكاية بهجة عشان كده حنبعت لهم بهجة تاني عشان اهم حاجة هم عايزينها السلاح شوف بهجة انا حفاهمك المخطط بتاعنا كله ايه بقى احنا عارفين ان مصر بعد النكسة محتاجة سلاح ده صحيح لكن رغم كده عملوا معانا معركة راس العش يوم اول يوليو اللي فات ما كانش فات شهر على النكسة زي ما بيسموها عندهم هناك ايه ده بيدينا مؤشر ان مصر مش ممكن حتسكت ابدا على الهزيمة اللي حصلت لها في خمسة يون العكس حتلم نفسها وحتضرب لكن امتى طبعا لما حتلاقي في ايه تها سلاح ايه يعني مصر دلوقتي عندها النية والاسرار على الضرب وفي الوقتي نفسه ما عندهاش سلاح يبقى هنا لازم يعملوا ايه لازم طبعا يدوروا على السلاح ومن اي جهة كان الدر اللي نويينه ام بيه دلوقتي نقدم لهم السلاح انت راجل مصري ومخلص لبلدك وشايف ان البلد دلوقتي في محن تمدي ايدك وتساعدها ولا لا ده ما عندي الامكانيات؟ احنا بقى حنوفر لك الامكانيات هنجيب لك سلاح زي ما انت عاون زي ما هم هناك في مصر عاوزين وده حيوصلنا لإيه؟ حكاية توريد السلاح لمصر حتوصلنا لحاجات كتير اولا هنعرف نوع السلاح اللي هم محتاجينه ويبقى تحت سيطرتنا ده صحيح تاني حاجة ان ده يخليك على اتصال مباشر بالعسكريين الكبار هيدي لك الفرصة انك تعرف حاجات كتير كويس قوي بس ازاي حوصل للعسكريين الكبار دول ولا قدم العرض ده ازاي؟ صلاح يا بهجد نسيته بسرعة كده؟ اه جاء لك كلام يا عادل هده احنا حلينا اللغز وعن طريق صلاح ده صحيح طيب انعيس صلاح بقى يرد على الجواب اللي بعته له بهجد ويدي له ضوء اخضر يعني بعت له؟ يقول له ان العرض اللي بعته ده مغري جدا وفواته تمام حاضر وبعدين؟ بعدين عشان نحبك المسألة كويس خلي صلاح يطلب من بهجد انه ييجي بنفسه عشان يقابل المسؤولين بس يا فندم ماء متهيقلي لازم بهجد يحس قبل ما ييجي ان المسألة جد شوية طبعا هنخلي صلاح يقول له انه عمل اتصالاته فعلا وانهم في مصر بيرحبوا به وبالعرض بتاعه كل الترحيم برضو المرة دي مش هقدر اجي معك يا باكت بس انا مقدرش هبعد عنك ابدا حي هنبتدي نجزبه انت عارفة ان دي الحقيقة يا هيل على اي حال انت مش هتقعد كتير وحترجع تلقيني مستنية وليلي اجيبلك معي من مصر اقول لك يا سيدي اولا تخلص الصفقة بتاعت السلاح ثانيا تخلي بالك اوي من كل حاجة تشوفها او تسمعها في مصر بس كده هو احنا في عندنا اهم من كده انا عارف قصدك كويس بس انت كمان لازم تكون عارف قصدي كويس خصوصا وانت قاعد في مصر اظن دلوقتي اتمعنيت ان سفريتك ما جاتش عارفة الناس كانوا متعاونين معانا على الاخر على الله بس ما تكسفنيش معاهم بقى ازاي بقى يعني خايف ما تقدرش على الحكايا دي خصوصا انها تطلع يعني يا يجيب مليون جنيه شوف يا ابو صلاح الفلوس مش مهمة المهم ازاي يقدر ادبر السلاح المطلوب بكل اه اقول لك دلوقتي ما تخافش ما تخافش مش هكسفك زي ما انت فاكر انا بقول بس اصلا لمحتكر التجارة دي برا كلهم يهود وبعدين يا باكت هتعمل ايه تدبر برضو وزي ما انت عارف اليهودي يبيع اخوه علشان القرش ايو خبرات هنا لو شمت في الصفقة ريحة واحد يهودي هتلغي العملية كلها لا 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 انا واخد بالي طبعا من الحكاية دي وبعدين انا من خمسة يونيو بطلت اتعامل مع جنس واحد فيهم خالص المهم هتقدر تشوف حكاية السلاح دي بعيد عن الناس اليهود دول وبعيد عن الناس اللي بيشغلوهم كمان ودول يطلعوا ايه بار اخريه المخابرات الاسرائيلية طبعا الله انت مش واخد بالك معايا ولا ايه خلاص يا ديفيد ابعت لبوتا يكون الشركة دي هو بيقول حيسميها ايه شركة الشرق الاوسط اه يعني الانصبه حتتوزع بالتساوي بين بهجة والشركة التانيين ايوة يا فندم وزي ما انت عارف دول ناس بيعيد عن اي حاجة طيب كويس بس خلي بوتا يعمل الحكاية دي بسرعة علشان الناس دي تلحق تسافر اوام النهاردة كل شيء يخلص دي حاجة الحاجة التانية اللي عايز بهجة يهتم مسألة السواريخ ايوة احنا عارفين ان جوز اخته اسمه متولي بيشتغل مهندس في الشركة اللي بتبني قواعد السواريخ وعارفين ان متولي وامراته طمعانين ان بهجة يشوف شغلانا متولي دمها تمام خلاص انا عايز باك ان بقى يعلق متولي اول ما يوصل ان متولي ده هو اللي حيوصلنا للسواريخ شفت بقى يا متولي الناس له طافة دي ايه بس ايه رايك بقى انا عاجبني الراجل الاسمه فايزر ده عن الراجل التاني وانت حتناسبهم اهم كلهم كويسين وخلاص ولا انت فكر لأخوك الواحدة كعني اه انت بقى متولي عندك حقف ده صحيح شك وهو لول على شخاطر عيوني انا لا ما تدخليش بقى بيني وبين متولي صح سمحنا فين والشغل فين لسه انت بس معطله معاك واخده في ايدك رايح جاي ليه اه مش لازم الاول عرفه على الشركة بتوعي وبعدين يفهم بعد كده هو حيشتهل ايه والحكاية دي بقى على كده لسه هتاخد وقت كبير مش لما نمضي العقد مع مصر ان كان علينا انا شخصيا تحت امرك بس اقول انت ولا نفذ على طول لا يا صلاح انا مش حغيب عليك كلها يومين ثلاثة وتلاقيني هنا يعني حتقدر تدبر المبلغ بتاع تأمين من سرعة دي ايه يعني ماتين وخمسين الف مارك اظن ده مبلغ بسيط اوي بالنسبة لقيمة الصفقة بحاله عندك حق طب والعينات اللي طلبوها دير اخرى كمان برضو ما تحملش هاب كله جاهز ويمكن انت لما عدت مع الشركة بتوعي بارح قدرت تطمن ايوه صحيح بس انا عارف ايه لازم التعقيدات اللي بيعملوها دي اه عندهم لان لما ندفع التأمين ونجيب العينات يقدروا يطمنوا انهم بيشتغلوا مع ناس يعني على مستوى انا بس كنت خايف لك كنت دايقت ولا حاك لا 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 يا صلاح بالعكس الناس برضو زي ما قلتلك الاول كانوا متعاونين معانا خالص الحمد لله يبقى نشوف وشك بخير بقى بس على ما جي تكون انت ربطت الموضوع كويس ها أنا شايف ان الموضوع داخل في الجد يا ديفيد بالضبط عشان يطلبهم 250 الف مارك تأمين وعينات من السلاح كمان تبقى الحكاية ستوت خارج قلتلك المرة دي بقى لعب لعبة كبيرة قوي مع المخابرات المصرية فعلا واهميك يا فندم على النتيجة الكبيرة اللي وصلنا لها دي متشكر متشكر يا ديفيد بس ما تنساش ان انت كمان لك فضل كبير طبعا في النجاح ده كله انا تحت امرك دايما يا فندم دام الموضوع وصل لحد كده انا شايف انك لازم تسافر المانيا بقى انا ايوة عايزك تروح انت وتقابل باكت بنفسك فاهم شوف انا مش عايزك تحمل هم حاجة ابدا كل شيء حتلاقيه جاهز وطحت امرك يعني حندي لك الفلوس اللي حيطلبوها وحنفتح لك حساب في البنك اللي يعجبهم وحندي لك السلاح اللي هم عايزينه ايوة يعني عايزينك تكسب ثقتهم على الاخر لحد ما يقتنعوا انك مبهوس العناية الالهية في الصبوف اللي هم فيها دي ايوة دي حاجة الحاجة التانية عايزينك تبتدي تشتغل معانا طبعا ما انا بشتغل معاكم اهو ما انتش واخد بالك برضي يا باكت يعني عايزين بقى توسع دايرة اتصالاتك وصلنا للمعلومات اللي احنا عايزينها تخلقنيك مفتح على الاخر لكل حاجة تشوف فيها منفعة لنا ايوة ايوة نيجي بقى لموضوع المهندس متوليد ايوة انت عارف ان الشركة اللي بيشتغل فيها هي اللي بتعمل قواعد الزواري احنا بقى يهمنا موصل للرسومات بتاعة القواعد والاماكن اللي حيحطوها فيها بالظهر فاهم فاهم هذه يا سيدي بقى كل المهمة اللي انت رايح لها دلوقت بس في حاجة عايزك تعرفها كويس ايوة انت دلوقت الراجل الاول بتاعنا في مصر وعشان كده اول ما حنشوف خطر جاي ناحيتك حنلحاك على طول يعني طب ما احنا معاك تخافش من حاجة يا بدا انا خلاص خلاص بس قربت الجنن الحقيقة يا فندم دي كارسة كبيرة اول بس استرائي ازاي المخابرات المصرية قدرت توصل لكل اللي كلنا بنعمله ده مش عارف مش عارف اخو جايز يا فندم تقول المعلومات اللي قدت لنا غلط ويكونوا لسه معرفوش حاجة مش ممكن مش ممكن يا ديفيد طيبه العامل يا فندم نقدر نجيبه قبل ما يبوضوا عليه يعني هنعمل به ايه بعد كده ديفيد ده ورقة محروقة هعندك حق يا فندم الحكاية بقيت ما تستهلش ما تستهلش ابدا يا ديفيد دلوقتي بقى انا شايف ان دي ساعة الصفر فعلا فعلا خدمة متولي خريطة عليها كل شيء ايوه بهجت جاهز نفسه عشان يسافر في وش الفجر يبقى لازم من سيبوش يطلع طبعا يبقى الساعة تمانية بالليل النهاردة هو ومتولي وفايزر ان شاء الله كتبها هاشم جمعة صور الشخصيات حسب سماعي اصوات شوئي بركة رشدي المهدي محمود السيد محمد شاكر حسن حسني محسنة توفيق ابراهيم الشامي فؤاد رضا عبدالعظيم بدار امين الشريعي امل احمد صالح عبدالحي عزم وعزة المشد سجيل والمنتاج عبدالعال هلال وطلعة وهن اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر